خلوني هستأذنكم إن احنا نبدأ بس الأول بإنه لازم 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 نهني وحوش كورت اليد في مصر وحوش كورت اليد في مصر اللي كسبوا النهاردة 31-26 طب كسبوا مين؟ كسبوا الألمان القصة بالنسبة لي ماش بقى دور الثمانية أو دور الأربعة نصف نهائي يعني شوف أنا من الناس بتاعت اللي يكسب الألمان ده يبقى عدة خد بالك إنه الألمان من حوالي أسبوع كانوا كاتبين تويتا كده لطيفة على إن هم بيستعدوا أتم الاستعداد لأن عندهم تخوف من مقابلة الفرعنة هتيجي تقولي أنت بتبالغ أقولك والله ما اللي كانوا كاتبين مش أنا اللي كاتب الحوافريت أنا؟ لا الحوافريت الألماني هو اللي كان كاتب كده ده واحد اتنين طيب ليه الألمان كانوا كاتبين كده من حوالي أسبوع؟ حلو؟ ليه لأنه تاريخ كورت اليد في مصر وتاريخ فرق اليد في مصر الحقيقة تاريخ مشرف فرقة من أجمد ومن أقوى فرق اليد في العالم صحيح عانت في بعض الأمور زي ما حاجات كتير في البلد عانينا شويتين لكن لما توفرت الظروف الكويسة لو تفتكروا ما كنت بكلمكم على مسألة توفر الظروف وما فيش داعة تقعد طول الوقت تسلخ والأداء لم يكن على مستوى الطموحات لما تتوفر الظروف الكويسة وفريق متأس الصح مدربينه صح إداراته صح ما شاء الله ما شاء الله حققوا واحد وثلاثين ستة وعشرين دي نتيجة محترمة وقدام مين؟ قدام الألمان وبالتالي أنا أقدر هنا أقول لفريق الوحوش المصري دا اللي غلب الألمان هيعدي وهيجيب البطولة يعني هيجيب لنا الميدالية دا بالمية في المية بإذن الله سبحانه وتعالى اللي يغلب الألمان يا جماعة أنت بتكلم على خلي بالك الألمان دول شطار تقريبا في كل حاجة ما فيش حاجة في الدنيا بيقف بتقف قدامهم يعني شغالين في أي حاجة ما كان بيلعبوا كرة قدم زي الجن سبحين زي الجن كرة يد زي الجن حاجة عظمة طبعا دا بغلاف الصناعة الألمانية الاقتصاد الألماني الناس دي مش سهلة المصريين عرفوا حققوا نتيجة أنا منتظر بإذن الله النتائج اللي جاية تبقى أحسن ومنتظر فعلا أن احنا الفريق بتاعنا يرجع مصر وهو متربع بإذن الله سبحانه وتعالى على العرش